السؤال الثاني وهذا السؤال يتكرر علينا كثيرا في هذا البرنامج هو أن يكون الأب أو الأم يحرص على حث أولاده على الصلاة لكن يحصل منهم التقصير وأحيانا يكذبون يقول نحن صلينا وهم ما صلوا أو مثلا يقول الأولاد صلينا في المسجد وهم ما لم يصلوا في المسجد فما هي حدود براءة الذمة بالنسبة للآباء إذا أمروا أولادهم بالصلاة لكن لم يجدوا أحيانا بعض الاستجابة الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها فنطلوب من الآباء والأمهات والإخوة الكبار والأخوات الكبيرات أن يأمروا من لهم سلطة عليه على نحو مباشر أو غير مباشر وتنتهي مسؤوليتهم عند الأمر نعم يصبرون ويتابعون لكن ليسوا مسؤولين إذا هؤلاء لم يقوموا بالواجب وهم لا يعلمون أنهم قصروا كما في سؤال السائل ما دام أن الأولاد مكلفين وأنهم قالوا إننا صلينا فيحمل الإنسان ذلك على المحمل الحسن لكنه إذا غلب على ظنه كذبهم فعليه أن يتلطف معهم ويناقشهم بهدوء ويقوم بحثهم والدعاء لهم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم طلبت أيضا نصيحة للأبناء والبنات بخصوص الصلاة والاهتمام فيها الصلاة ركن من أهم أركان الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بعد الشهادتين فهي الركم الثاني في حديث المشهور حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأيقام الصلاة فهي رأس العبادات البدنية ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع ولذلك يتعين على كل مكلف أن يؤجي الصلاة في وقتها بل إنه يؤمر بها حتى من لم يكلف يؤمر بها الأولاد منذ نعومة أضفارهم إذا بلغوا سن التمييز النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر مع أنهم إذا بلغوا سن العاشرة لم يكلفوا بعد ولكن لأجل أن يتعودوا على الصلاة فأمر الصلاة أمر مهم وشأنها شأن خطير ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ترجمة نانسي قنقر